ودائما وأبدا مع الصفحات الوطنية المصرية وهبداتها العريضة فهي مجمعة على نشر صورة لثلاثة أشخاص يقفون أمام طائرة مسيرة مرفقة بنص يقول أول هدايا تركيا لإثيوبيا نتيجة التعاون العسكري المضحك تسقط في السودان الجيش السوداني يسقط طائرة دون طيار في أرض الفشقة الحقيقة هي أن الجيش السوداني أعلن بالفعل عن إسقاط طائرة مسيرة مخصصة لأغراض الاستطلاع تابع للجيش الإثيوبي إلا أن الطائرة ليست من هدايا إردوان لإثيوبيا بل ليست صناعة تركية أصلا لأن الطائرة حسب موقع صدى البلد المصري من طراز سي أل أحد عشر وهي طائرة صينية الصنع وقد سيطر عليها الجيش السوداني بمجرد دخولها المجال الجوي للسودان بعد التشويش عليها وقطع الاتصال مع مركز السيطرة وهي الطائرة الثانية التي يسقطها السودان من نفس النوع حيث أسقط الأولى في فبراير الماضي وبالفعل كما يقول زميلنا الموريطاني عبدالله الحاضر معنا دائما وأبدا فبركة تافية ترجمة نانسي قنقر